اذا اقول لحداتكم تصريحات مهمة بعد المباراة بصوا لعيبي منتخب مصر تصريحاتهم كانت ايه بعد المباراة تريزي ايه بكل تواضع بدون اي غرور نحن منتخب مصر المنتخبات الاخرى هي التي تنتظر مواجهة مصر تاني حلوة التصريح ده بكل تواضع بدون اي غرور نحن منتخب مصر المنتخبات الاخرى هي التي تنتظر مواجهة مصر امام عشور قال محمد صلاح امام عشور بيقول محمد صباح فخر لأي حد وفخر لينا ووجوده دايما بيفرق معنا محمد هاني محمد صباح من أكثر الملتزمين في منتخب مصر وبنستفيد منه وبنتعلم منه كل يوم كمان زيزو قال منتخب مصر اسمي كبير ودائما ننافس على التأهل كأول المجموعة تحدثنا مع بعضنا البعض ولابد أن نبني على ما نحن عليه الآن نأخذ مباريات البطولة خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المباراة النهاية وحصل لقب كأس الأمم الأفريقية روي فيتوريا بقى قال أن التأهل بتلك الطريقة أو غيرها ليس مهما ولكن الأهم أننا تأهلنا في الوقت الحالي نحن منتخب نلعب بطريقة هجومية ودائما ما نأخذ بزمام الأمور والمبادرة ولذلك فطبيعي أن نستقبل أهداف حاليا سنعمل على تصحيح الأوضاع خلال الأيام المقبلة قبل مباراة دور الستاشر لنظهر بشكل أفضل هذا التأهل جاء مستحقا لأن اللاعبين بازلوا جهدا كبيرا على أرض الملعب والانتقال لمدينة سان بيدرو وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انتراكة جديدة في البطولة نحن في أبيتجان منذ 15 يوما وتغيير الأجواء وكسر الروتين اليومي ربما يمنحهم روح مع نواية أعلى وسنستعد للمباراة المقبلة على أفضل نحو ممكن دي تصرحات ما بعد هذه المباراة حجازة كمان كان له تصرحات مهمة جدا يعني بيقول كلهم على نفسه على زمراء وقال إن احنا مقدمناش كل شيء وإحنا أكيد زعلانين من النتائج والأداء ولكن اللي جاي هيكون أفضل بالنسبة لي منتخب مصر موسيقى